خليني الأول هسألك على الغرفة التجارية في دومياط بتعمل إيه؟ لأنه إحنا بندردش والتلي شوية حاجات أكتر من رائعة هي الغرفة التجارية في دومياط لها خدمات للتجار وخدمات خدمية للشعب دومياط يعني إحنا إحنا نتعرف دومياط دومياط بلد صناعية ومتخصصة في الأساس فإحنا كغرفة بنحاول نحنا يبقى لنا دور خدمي في التسويق للأساس التسويق للأساس؟ آه زي جمعة البيضة كده زي الجمعة البيضة حلوة أوي يعني بص انتعرف حولك الجمعة البيضة دي فكرتها إيه؟ فكرتها إن هي انتعرف الغرفة عبارة عن الداخل الغرفة شعب فمن ضمن شعب في الغرفة شعبة الأساس بصراحة شعب الأساس مجموعة معظمهم الشباب يعني جابوا عاملوا ابتكار الجمعة البيضة انتعرف الجمعة البيضة ده اللي هو اليوم بيبقى في شهر نوفمبر بس احنا عملناه السنة الفاتت سنة 2019 في شهر 12-2011 وعملنا الفكرة ونجحت كنا عملناه 3 يام في كل اسبوع لمدة 3 اسابيع خميس في جمعة وسبت حلو بصراحة نجح معنا جداً فقررناه السنة دي بس عملناه شهر كامل من 27 يناير 27 فبراير وعلينا رجعنا مديناه 15 يوم صحيح هو فكرته ايه فكرته ان انا يعني بعمل دعوة لشعب مصر ان يزور دومياط يزور دومياط المعارض الموبيلية في دومياط فيه معارض مشتركة معنا المعارض دي عملت خصمات بتوصل لغاية 40% يعني فيه حاجات عليها 10% 20% 30% 40% فيه برضو مشترك معنا في الجمعة البيضة هو اعتبر مهرجان تسوق مشترك معنا الفنادق المطاعم المحلات الحلويات كله بيقدم خصمات لكل اللي بيزور دومياط الغرض منه ان احنا نعمل نعمل يعني رواج في دومياط نعمل حركة في دومياط وفعلا الموضوع ده الحمد لله نجح معنا الى حد ما لحد كبير وان شاء الله احنا يعني بننوي ان احنا يعني عملنا السنة دي السنة جاي نعمله تاني بحيث ان هو يبقى اكبر واكبر واكبر بحيث ان هو المواطن يجي دومياط يشتري مبيليا يلاقي فيه خصمات في المبيليا يروح ينزل الفنادق الفنادق حيلاقي فيه خصمات في الفنادق حيروح المحلات الحلويات حيلاقي خصمات حيروح محل المطاعم حيلاقي خصمات كل الحاجات دي بحيث ان هو هي عملية تسويقية لكل دميات يعني مش للصناعة واحدة ولا للتجارة واحدة كل حاجة في دميات يعني اقول لحظة لك شعبة الاساس اجتهدت في الموضوع ده ان هما ينظموا تنظيم نجح جدا الحمد لله يعني الحاجة التانية برضو في الموضوع ده ان المواطن اللي بيجي اخد موبيليا بيدخل سحب واحنا عملنا السنة دي السحب على الجاهزة الأولى العربية وفيه أربعين جاهزة تانية من ضمنهم اقامات في الفنادق في راس البر هنا للمتزوجين يعني كل واحد هما حوالي عشرين ليهلا مثلا للمتزوجين اللي حيكسبوا برضو في السحب احنا ان شاء الله يعني احنا مدينا المهرجان لغاية يوم 15-3 فانا من مكاني هنا مع حضرتك بادعو الناس انها ديجي تزور دميات تشوف تتفرج تروح المعارضة الموبيلية تروح محلات الحلويات يجوا وعملوا جولة يجوا يستمتعوا يعني انا فعلا يقول الناس تعال يعني ارحق قبل 15 تعال استمتع لان الجو هنا فعلا ساحل انت حرك جيت راس البر ايه راك في راس البر ايه راك في دميات تجنن رائعا تجنن يعني احنا يعني احنا قاعدين في مكان عالمي ما فيش ما فيش بل زيه فاللي حيجي راس البر ايه حيجي دميات حيستمتع فعلا بالبلد ترجمة نانسي قنقر